بالأه يعني ايه كلاود؟ وحنتكلم طبعا على وحنتكلم على الخاصة ب وبعد كده النهارده ان شاء الله برضه حنتكلم على اللي هو وحنتكلم كمان عن وحنتكلم على دول التلات حاجات اللي احنا بنعتبرهم طيب اول حاجة خلينا نبدأ ايه هي ايه هو تعريف ما عليش كل يأكد كده ان فيه صوت يا جماعة بعد اذنكم سمعيني طيب تماما طيب هاي اللي طيب النهارده طيب تماما حنتكلم ايه هو الكلاود دي دبعا يعني ايه كلاود كلاود is is the on demand delivery of IT resources of IT resources يبقى هو the on demand delivery of IT resources ال IT resources دي ممكن تبقى ايه ممكن تبقى ممكن تبقى database ممكن تبقى storage ممكن تبقى applications ممكن تبقى اي حاجة IT resources via the internet with pay as you go pricing يعني ايه الكلام دوات يعني انهارده الكلاود هو هيبدأ يقدم لك او يوفر لك الريسورس اللي انت هو on demand delivery للريسورس على حسب الطلب بتاعك انا هطلبه ازاي الطلب ده انا هطلبه ازاي هطلبه عن طريق الانترنت طب هدفع هدفع تمن الريسورس ده ازاي هدفع تمن الريسورس مدام ان الريسورس عندي up and a and running يعني مثلا خلينا ناخد مثال انا عايز ارن virtual machine فانا كده هطلب من الكلاود ان انا عايز ارن في خلال دقايق الكلاود هتبدأ توفر لك اللي انت ايه اللي انت عايزه يبقى هو كده عملك للريسورس اللي هي على حسب الطلب بتاعك طب انا هطلب دي ازاي بدخل على او على حسب الطرق المختلفة هنتكلم عليهم عن طريق الانترنت هدخل على خلينا ناخد دلوقتي المسال السهل اللي هو بدخل على على الويب بطلب الريسورس اللي انا عايزه مدام ان الريسورس دي شغالة انا بدفع الفلوس ايه لها يبقى هنا احنا عايزين نقول ايه يا جماعة ان الكلاود مش مجرد مش مجرد مش مجرد داتا بيز هو اي اي تي ريسورس طبعا الفنديمينتلز هي طبعا الكمبيوت والستوريج والديتا بيزز لكن طبعا فيه عندنا سيربس ثانية زي ما حنعرف واحنا ماشيين خلال الكورس كله ان شاء الله طيب زمان قبل ما يظهر الكلاود كان عندنا يعني ايه ان انا بتعامل مع بتاعتي يعني مثلا حليني ناخد مثال مع بعض احنا النهاردة شركة شركة لسه بتبدأ وعايزين نبدأ نبني الايه الداتا سنتر بتاعتنا عشان احنا حيكون عندنا شوية عايزين نعمل لهم للكاستمرز بتاعنا او للموظفين بتاعنا فكان ايه الوضع ساعتها ان الشركة دي بتبدأ تشوف مكان سواء تأجره او تشتريه بعد كده بتبدأ تطلب من الفندورز تبدأ تطلب منهم السيرفرات الفندورز يبدأوا يوردوا السيرفرات دي للشركة لستارتاب يبدأوا يعملولها انستول طبعا السيرفرات دي مش هتشتغل لوحدها لازم طبعا نوفر لها الكهرباء الكافية لازم نوفر لها مثلا مكيفات عشان درجات الحرارة في الداتا سنترز ما تزيتش طبعا لازم كمان نستول السوفتوير اللي عليها لازم ندفع لايسنس للسوفتوير اللي عليها كمان انا النهاردة مثلا حتدي اقول ايه انا والله متوقع يبقى عندي مثلا مئة عميل هبدأ اشتري الهارب بتاعي اللي هيكفي المئة عميل ايه دولي طيب ايه بقى عيوب الطريقة دي الطريقة دي ان احنا بنريكواير سبيس وستوف وسيكوريتي وبلانينج يعني ايه الكلام ده يعني اول حاجة لازم الاقي مكان ولازم اعين الناس اللي هتبدأ تشتغل على الاجهزة دي لازم كمان اعمل بلانينج اه انا تقريبا حيبقى عندي مئة عميل فحبدأ اشتري الهاردوير اللي يكفي المئة عميل اللي موجودين ايه عندي وطبعا محتاج ان انا ندفع فلوس كتير مرة واحدة في الاول تمن المكان وتمن الهاردوير تمن السوفتوير اللي حينزل تمن المكيفات كل دوت لازم ادفع فلوسه ايه في الاول كده هو كبالك فلوس مرة واحدة لازم يطلع يندفع لكل الحاجات دي مش كده وبس الحتة اللي انا بطلب فيها الهاردوير من الفيندور لغاية لما يتورد لي وابدأ عامل له عندي او بتاخد وقت طويل انتو عارفين يا جماعة في الوقت الكوفيد في مصر كان الفيندورز بيقولوا احنا هنورد لك هاردوير بعد سنة انت متخيل الوقت اللي انت هتبقى محتاجه علشان خاطر تبني الداتا سنتر بتاعتك طيب كمان محتاج ان انا اعمل جيسينج لازم اعرف اه انا تقريبا هيبقى عندي مئة عميل فانا محتاج اشتري هاردوير بالشكل دوت او بالانكانيات دا ده اللي كان بيحصل قبل الكلاود طيب لما جاب قال كلاود عمل ايه قالك اتعامل مع بتاعتك يعني ايه حنتعامل مع ان انا هبدأ اقول والله انا عايز مثلا بامكانيات معين خلاص باستخدام ويزرد حبدأ ان انا الانش ايه بتاعتي طيب بعد شوية لقيت ان امكانياتها مش اللي انا عايزها منتها البساطة اقفلها وشغل واحدة تانية فبنبدأ نتعامل مع الانفرستركتر بتاعتنا از اي ديسبوزابل ريسورسز ريسورسز اقدر اغيرها ارمي الريسورس اللي انت مش عايزه وشغل واحد ايه تاني بداله فده طبعا بيدينا فليكسبيليتي عالية يبقى انا النهاردة اقدر اغير الهاردوير اقدر اطلب ريسورسز في اي وقت الريسورسز حتجيلي في دقائق حضرتك عايز حضرتك عايز سيرفر ادخل على كلاود اطلب السيرفر بتاعك في خلال بقائق السيرفر بتاعك موجود مش بحتاج بقى ان انا اطلب من الفندور والفندور يوردلي وابدأ اعمل له انستول وكل الكلام ده خلاص ما بقاش ايه موجود الحتة التانية كمان زي ما حنشوف برضو خلال الكورس بتاعنا ان هو بيعمل حاجة اسمها eliminate ال undifferentiated heavy lifting a tasks وهنا احنا بنتكلم على كلمتين مهمين كلمة الاولانية ال undifferentiated heavy lifting heavy lifting يعني ايه كلمتين دول تعالوا ناخد مع بعض مثال النهاردة في شركتين مسلا بيت نفسه هل عملية ال data base او ال installation بتاعت ال data base هتفرق ما بين الشركتين وما بين بعض لا طبعا خلاص اي حد بيعرف يعمل installation انا بتكلم من business perspective مش بتكلم من technical perspective شركتين مسلا بيبيعوا منتجات على الانترنت هل ازاي انا بعمل install the data base دي هتفرق مع ال business لا طبعا ال business بالنسبة له انت عندك data base بتحط فيها data وخلاص بتعمل لها installation ازاي بتعمل لها configuration ازاي مش دا اللي بيفرق في نفس الوقت النوع دوت من بيعمل وجه دماغي للشركات ال business تلاقوا دايما شركات اللي مهتمية بال business تمام يقول لك ايه يا عم install the database زي ما انت عايز انا عايز في الاخر بتاعتي ايه شغالة ما توجعش دماغي بالحاجات ال IT اللي انا ما بفهمش فيها انا عايز اركز في ال business بتاعي انا عايز اشوف ابيع المنتجات بتاعتي ازاي في الاخر مش مهتمين ايه بيها هنشوف وإحنا ماشيين في الكورس ازاي ان الكلاود يقدر ان انت تطلب منه ان انا عايز database يبدأ يعمل يشغال لك ويبدأ 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 هو اللي عشان خطرك وبالتالي هو بيشيل من عليك التسقاط اللي ما بتفرقش بينك وما بين وفي نفس الوقت بتعمل لك واجع دماغ فالتسقاط اللي من النوع ده اللي هي بتبدأ الكلاود هو اللي يتبنيها وهو اللي يبدأ يمانج التسقاط دي يتليك فبيخليك تركز انت في بتاعك طيب ايه هي الموديلز المختلفة عندنا في الكلاود عندنا عشان الترمينولوجيز ديت انتوا هتلاقوا نفسوكوا ساعات بتسمعوها عندنا حاجة اسمها اس اللي هو الانفراستركتر از سيرفز عندنا حاجة اسمها بلاتفورم از سيرفز عندنا حاجة اسمها سوفتوير از سيرفز طيب انا بروح لابيو اس وبقول لها سي مسلا انا عايز اعمل لنفسي داتابيس انا حروح لابيو اس في الحالة الاولانية اللي اسمها الانفراستركتر از سيرفز هقول لابيو اس لو سمحتي انا عايز اشغل ماشين اذا بيو اس اتشغلك ماشين انت بقيت مسؤول تماما عن ماشين خلاص هي مجرد انها شغلت لك ماشين بقيت انت بقيت انت مسؤول تماما عن تبدأ انت تنستول مثلا بتاعتك تبدأ تكون بتاعتك كل بعد كده بقيت مسؤوليتك فهنا ايه وفرت لك ايه وفرت لك الانفراستركتر وفرت لك فقط ايه ال ايه انا لأ انا المرة دي هروح اقول لو سمحت ايه انا عايز داتابيس ايه داتابيس تعمل ايه بقى تبدأ تشغلك الverteual machine تبدأ تنستول الديتابيس على الverteual machine تبدأ تكون فيجر الbackups والhigh availability والاسكيلابليتي بتاعت الديتابيس بتاعتك فبقت ايه دابيو اس هي اللي مسؤولة عن الverteual machine وكمان مسؤولة عن الديتابيس اللي الريدي انستولد على الverteual machine بتاعتك طيب حصل ان الديتابيس نزل عليها update حصل ان الـ operating system اللي بيشغل الـ database نزل عليه update. AWS بقت هي اللي مسؤولة انها سترن الـ patches بتاعت الـ operating system هي مسؤولة انها سترن الـ patches بتاعت الـ database لك. فبقت AWS هي اللي مسؤولة تماما عن الـ database كلها. كـ and as well as an infrastructure وكمان كـ database engine معموله install على الـ virtual machine بدأت. وهنا احنا ممكن بقى نبدأ نفكر في الكلمة اللي احنا قلناها في اللي فاتت انها بدأت تشيل من عليك خلاص عملية الانستوليشن بتاعت الديتابيز عملية المانجمنت بتاعت الديتابيز بقت مسؤولية اي دابري اس ركز حضرتك في البيزنس بتاعت ملكش دعوة بالشغل بتاعة التكنيكا للطبيعي اللي اي حد بيعملو ده ما تحطوش في دماغك ركز لو سمحت في البيزنس ايه بتاعك طيب احنا لسه ما خلصناهمش احنا لسه بنتكلم فيه طيب السوفتوير اس اسيرفس ان لأ السولوشن كله بيبقى مسئولية بتاعه يعني مسلا حضرتك بتبدأ تقول مسلا ممكن بعض الشركات دلوقتي عايزة مسلا تستخدم مش عايزة يبقى عندها وتحط عليها بيانات الموظفين والكلام ده كله فبتبدأ تشوف على الانترنت وبتبدأ تعمل اكسس ككل بقى يبقى هنا بتاع الابليكيشن بتاعك بقى مسئول عن كل حاجة بقى مسئول عن الابليكيشن بقى مسئول عن الابليكيشن بقى مسئول عن الابليكيشن رانيند هو اللي مسئول عن ايه عن كل حاجة فدي السوفتوير اس اسيرفس فالتلات انواع الانفراسطراكشور اس اسيرفس ايه ده بقى بس بتقدم لك الانفراسطراكشور تمام زي ومالهاج دعوة بعد كده باي حاجة انت بقى عايز تحط عليها ابليكيشن عايز تحط عليها ايكابز انت اللي هتبقى مسؤوله عن كل حاجة. طب يفرد انت عملت انny الدياتابيز. انت اللي مسؤول انك انت ترن التاتشيز او Jose y هيها الاستماع الدياتابيش. يبقى دي لو انت حتشتغل از ايفيس. ليه اي دي اي او اي اص هتبقى هي اللي مسؤولة عن الديتابيز بتاعك حضرتك. انت بتقول الـ AWS انا عايزي الديتابيز خلاص هي بتبدأ تنستول الديتابيز ترن الديتابيز وتمانيج الديتابيز عشانك. حصل اي ابديتس على الديتابيز بتبدأ ترن باتشز. حصل اي ابديتس على الابريتنج سيستم هي اللي بترن الباتشز بتاعت الابريتنج سيستم. الساس او السوفتوير از السيرفز. خلاص? لا البروفايدر بتاعك هو اللي مسؤول عن السولوشن كله. سواء بقى داتابيز سواء سواء سيرفر خلاص انت ملاكش دعوة باي حاجة. انت بتاخد في الاخر يو ار ايل بتاكسس بي الابليكيشن. ايه بقى اللي بيحصل في الباتجراوند? انت ملاكش دعوة خلاص باللي بيحصل في الباتجراوند. واكيد كده انت بدت تتوقع ان انا لما بيبقى عندي الانفرستركتر از سيرفز انا ببقى متحكم في كل حاجة طول ما نماشي في الاتجاه ده. خلاص? انا بيبقى عندي على الاتجاه ده. لكن في الاخر بنقول عليها ايه? مور كونفينييند. بقت بتريحك انت ايه? اكتر. طيب. الكلود كومبيوتينج دي بلويمينت موديل. على حسب احنا هنا هو تخد ايه? خدنا الموديلز المختلفة على حسب الايه? المانيجبنت بتاعة الانفرستركتر. هنا هنبدأ نتكلم على الدي بلويمينت موديل. ازاي عندي الكلاود? ايه هي انواع الدي بلويمينت موديلز اللي موجودة في الكلاود. اول حاجة خلينا نبتدي من العليمين دوت. العليمين ده اللي بنسميها ايه? برايفت كلاود. يعني ايه برايفت كلاود? يعني بتكون كلاود معمولة جوه الشركة نفسها. جوه الشركة نفسها ممكن تبقى هي عندها سيرفرات ضخمة سيرفرات كبيرة. وبتبدأ تيمبليمينت على الفيزيكال او الفيزيكال سيرفرز اللي موجودة عندها. ودي ما بتكونش مربوطة باي كلاود بروفايدر. دي بتكون زي ايه? زي كلاود صغيرة جوه الشركة ايه? بتاعتك. ممكن ان انت تبقى بترن كل الشغل بتاعك كله على الكلاود. فدي بقى اللي بنسميها البابليك ايه? كلاود. الكلاود اللي كل شغل بتاعك وكل الابليكيشنز بتاعتك وكل الدياتا بتاعتك موجودة على الكلاود. زي مثلا طبعا ايه دا بيو اس ممكن تبقى كل الابليكيشنز كل الريسورس بتاعتك موجودة على الكلاود وانت بتميك يوز الريسورس ديت من على ايه دا بيو اس. الهايبريد هو بين الاتنين بقى. ممكن يبقى جزء من الريسورس بتاعتك بتشتغل في الدياتا سنتر الخاص بالشركة بتاعتك اللي احنا بتسميها الان بريميس دا سنتر. وبعض الشغل بتاعك بيرن على الكلاود. فانت عندك ميكس ما بين الاثنين. بعض الابليكيشنز بترن جوه جوه السيرفرات بتاعت الشركة بتاعتك. يكون فيه ما بين الكلاود وما بين الان بريميس دا سنتر بتاعتك. وفيه طبعا طرق مختلفة ان احنا بنعمل الكنكتيفتي داي. طيب ليه انا ساعد بحتاج الهايبريد كلاود يا جماعة. في بعض الاحيان ممكن يكون عندي ان انا ما اقدرش اطلع كل الابليكيشنز بتاعتي برة على الكلاود مسلا. ممكن يكون فيه عندي من الحكومة بتاعتي. لان الدياتا لازم تفضل موجودة عندك جوه الدياتا سنتر بتاعتك وما تخرجش من الدياتا سنتر بتاعتك. وفي الوقت ده انا ستيل عندي بعض الابليكيشنز اللي اقدر اطلعها على الكلاود واقدر استفيد من الكلاود. فساعدتها بقى عندي جزء من الابليكيشن ينفع يرن جوه بتاعتي وجزء من الابليكيشنز ينفع يرن على الكلاود. ففي الوقت ده بابقى محتاج الهايبريد ايه? طيب. اي سؤال لغاية دلوقتي قبل ما نكمل يا جماعة? اي اسئلة? الدنيا واضحة? طيب هي. طيب. ايه بقى? الادفانتج اوف الكلاود كمبيوتين. عمالين نقول كلاود كلاود كلاود. طيب. ايه هو مميزات الكلاود كمبيوتين? اول ميزة في الكلاود كمبيوتين تريد الكابيتال اكسبنسز فور فاريابل اكسبنسز. تخيلوا كده النهارده حضرتك بتبني الديتا سنتر بتاعتك. انت متخيل انت محتاج كم مليون? معلش? انا شايف في ريز هاند دكتور ابراهيم. معلش? انا ايه سيفة? تفضل يا دكتور ابراهيم انا هعمل لحضرتك اميوت. تفضل يا دكتور. سلام عليكم. بصباح الخير يا بشوان. بصباح الخير. بصباح الخير. اه استاذا حضرتك بس البيتاتفورم ازا سيرفيز. كنت عايزة عرف بتاعها لحد ايه? لحد الاوبريتيج سيستم والداتا بيز بس ولا فيه حاجة تانية ممكن ان نحن. على خسب السيرفز. على خسب السيرفز. يعني طب احنا ممكن عندنا في حاجات بتمانيج البلاد فورم ليه المشين ليرنين موضلز مسلا يعني انا عندي من نهاردة في حاجات في اه هو حصل لحاجة طيب ما عليش انا هشير تاني ما عليش اكدوا يا جماعة انتم شايفين بتاعتي واضحة كده باني تاني تمام تمام واضحة طيب هاي هاي طيب على حسب انا مسلا في المشين ليرنين لأ طيب انا عندي سيرفيس بتمنج للمشين ليرنين موضل بتاعتها فهي على حسب السيرفيس اللي انت ايه بتستخدمها فهي مش بس ومش بس لأ ده ممكن يبقى في حاجات كمان للمشين بتاعتي فعلى حسب السيرفيس اه طبعا هتلاقي عندنا سيرفيس كتير على حسب بتاعتها هي بتمنج بتاعتها ان شاء الله يعني احنا كده خدنا يدوبك الجزء الاولاني هنكبره بقى شوية اكتر كمان لما نبدأ نتكلم على السيرفر لس ويعني ايه سيرفر لس ويعني ايه ايه دابليو اس هتمنج بقى السيرفرات ليك ومن غير ما انت متشوفها كمان يعني لغاية دلوقتي احنا ستيل بنشوف السيرفرات دي لأ في بعض الاحيان احنا هنرن بعض بتاعتنا من غير اصلا ما نشوف السيرفرات دي خالص فهي مش بس طبعا على لأ ممكن تبقى حاجات تانية زي وحاجات الداتا اناليتكس طبعا شكرا جزيلا شكرا 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 طيب اي اسئلة تانية يا جماعة طيب ايه بقى الادفانتج بتاعت الكلاود كومبيوتينج اول حاجة قالك تريد كابيتال اكسبنسز فور الفاريابل اكسبنسز يعني ايه الكلام دوت انت متخيل الفلوس اللي انت حتتفحها علشان تبني الداتا سنتر بتاعتك عاملة ازاي فلوس ملايين ملايين حتتدفع فعليا انت انت متخيل حتجيب سيرفرات وحتجيب مكان وحتجيب مكيفات وحتستهل الكهرباء وحتجيب سوفتوير ليسنس للحاجة بتاعتك وطبعا حتجيب سويتشات وحتجيب راوترز وحتجيب فايروولز وبعد ما تعمل كل دوت عايز تبدأ تمانيج السيرفرات ديت وتمانتين السيرفرات ديت عايز كمان تحط عليها خراسة سواء بكاميرات او سواء بفيزيكال ايه سيكوريتي فالموضوع مكلف جدا وعايز تدفع فلوس كتير مرة واحدة انما في استخدام الكلاود pay only for the amount you consume حضرتك انا بقول لك عايز السيرفر شغل السيرفر لما تبقى طول ما انتم شغل السيرفر بتدفع فلوسه لما توقفه مش هتدفع ايه حاجة يبقى انا بدلا ما بدفع فلوس كتير مرة واحدة انا بدفع على حسب استهلاكي كل ما بستهلك بدفع شوية فلوس واكيد طبعا هتبقى فلوس قليلة بالمقارنة بانك تبني data center كامل في الاول تخيلوا دوت لو start up company وشركة لسه بتبدأ انا اصلا ممكن ما يبقاش معايا الملايين دي عشان ابني data center لكن باستخدام الكلاود انا ممكن اهوست الابليكيشن ستاعتي على كلاود وابدأ ادفع على حسب اليوسيتش والله ربنا كرم والكاستمرز بتوعي زادوا هشغل سيرفرات اكتر واخد فلوس اكتر وبالتالي هقدر ادفع طبعا الايه الكلاود بشكل ايه ابسط الحاجة التانية لما تستخدم الكلاود انت هتستفيد من الماس economics of scale يعني ايه ماكسبام economics of scale ايه دا بليو اس يا جماعة بتقلل فلوسها كل فترة يعني كل فترة تلاقي تمن السيرفز بيقل مش بيزيد ازاي لان ايه دا بليو اس كل ما الكاستمرز بتوعها بيزيدوا هي بتقلل الايه البرايس ليه لان بتاعت الريسورس بتاعتها بتزيد فبتبدأ تقلل تمن الايه السيرفزز وعايز اقول لكم يعني انتو لو فعلا دخلتو على الهيستوري فعلا بتاعت ايه دا بليس حتلاقوا فعلا فيه سيرفزز كتير جدا تمنها بيقل مش بي ايه مش بيزيد فانا هنا هستفيد ان انا بقيت شريك مع اي دا بليو اس كلهم ان احنا نقلل تمن الريسورسز بتاعت ايه دا بليو اس الميزة التالتة ستوب جيسين كاباستي انا حابني الديتا سنتر بتاعتي حابدي افكر اه انا عايز اجيب سيرفرات ضخمة جدا 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 علشان خاطر ان شاء الله ربنا هيكرمني والكاستومرز بتوعي هيزيدوا فانا هجيب سيرفرات ضخمة من الاول وتبقى ايه فلوس كده اتدفعت مرة واحدة واخلصت من الموضوع دا ساعتها لما تيجي ترن الريسورسز بتاعتك على الاقل في الاول هتبقى انت بتستهلك يا دوبك حاجات قليلة جدا من الماشينز بتاعتك وبالتالي تبقى انت دفعت فلوس كتير سواء في الفيزيكال هوست نفسه او في استهلاك الكهرباء بتاعت الحاجات دي بتدفع فلوس ضخمة جدا وانت في الاخل ادوبك بتستخدم حاجات قليلة جدا منها او ممكن تقول لا انا عايز اوفر فلوس فمعلش هتدي الاول بسيرفرات صغيرة طيب ربنا كرمك ان شاء الله وبقى عندك شوية كاستومرز كتيرة هتلاقي نفسك انك انت بتايه بتيوتلايز السيرفرات دي بشكل ضخم جدا طبعا ممكن تتحرق ودرجتها درجة حرارتها تعلى نتيجة انك انت بقيت بتستخدمها اكتر من الكاباستي بتاعتها الكلاود يقدر يقول بيقدر يوفر لك حاجة اسمها سكيلينج اون ديماند يعني ايه سكيلينج اون ديماند يعني انا ابتدت بميت يوزر او ابتدت بميت كاستومر شغلت سيرفرات على قد الميت كاستومر ربنا كرمني بكرة وبقى ام فمسمائة زودت لي شوية سيرفرات كمان طيب ربنا كرمني اكتر ان شاء الله وبقى ام الف الفين تلاتة عشر تلاف عمالة ازود السيرفرات على حسب الكاستومرز اللي موجودين عندي يبقى انا هنا استفدت بحاجتين ان انا فعلا بميك يوز الريسورسز على قد ما انا عايز بالضبط وبدفع الفلوس دي شوية صغيرين كل شهر بدل ما بدفع فلوس كتير في اول ما بشتري السيرفرات تخيلوا كمان مثال تاني برضو كويس في الموضوع ده الاي كوميرس ابلكيشنز مثلا اللي هي الابلكيشنز اللي بتبيع اونلاين برودكتز تخيلوا بكرة بلاك فراي داي وبكرة انا هتوقع انه هيخش عندي مثلا 300 400 الف كاستومر بكرة عشان بكرة بقى انا متوقع ناس كتير هتشتري من عندي فانا محتاجة زود السيرفرات بتاعت كتير جدا 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 عشان يوم واحد بس طب وباقي السنة هتعمل ايه حضرتك في الريسورسز دي لا انا مش عايزة فلو انت بتبني الديتا سنتر بتاعتك وانت عندك اي كوميرس ابلكيشن هتضطر انك تشتري السيرفرات دي قبلها بفترة وتركبها وتشغلها لمدة يوم واحد في السنة لكن لو انت عالكلاود خلاص بكرة بلاك فراي داي انا هزود السيرفرات بكرة عشان اهندل 300 400 الف كاستومر طيب بعد ما بلاك فراي داي ايه خلاص وحارجع تاني للالف يوزر بتاعي تاني خلاص ابدأ ايه اتعامل بقى مع الريسورسز اس ديسبوزابل ريسورسز اقفل بقى السيرفرات اللي انت شغلتها اللي كان بتهندل 300 400 الف كاستومر دول وارجع تاني ليه الريسورسز اللي بتهندل الميت او الالف كاستومر بتوعك اللي انت متعود انك تشتغل معه increase speed and agility طبعا increase speed انت دلوقتي بقيت متوقع انت متوقع الفترة اللي انت هتاخدها عشان تبني داتا سنتر بتاعتك اكيد انا في الكلاود انا محتاج اقل من كده بكتير بدل ما ببني داتا سنتر بتاعتي في شهور تمام انا حبني داتا سنتر بتاعتي في ثواني في دقائق مجرد ان انا بلانش شوية virtual machines خلاص سيرفراتي بقت up and running كمان بتزود الاجيليتي اللي احنا بنقول انك انت تقدر تسكيل زي ما اتفقنا فيه السلايد اللي فات ان انا بسكيل on demand انا كمان من ضمن الحاجات بتاعت الاجيليتي ان انا اقدر استخدم ال new technologies من غير ما يكون عندي اي background عن technology بمعنى انا النهاردة اا جات فكرة حلوة كده في دماغي عايز اطبقها في ال application بتاعتي بس عايز استخدم فيها machine learning وartificial intelligence بس انا ما عنديش background عن machine learning والartificial intelligence وعشان اعين تيم يبدأ يشتغل في machine learning والartificial intelligence عندي في الشركة ده ممكن ياخد شهور عقبال معين تيم والتيم يبدأ يكوليكت الديتا ويبروسيس الديتا ويبدأ يترين الموضل اللوكسايكل دي بتاخد وقت طويل جدا طب ايه رأي حضرتك انك انت موجود في الكلاود عندنا في AWS عندنا جهزة تقدر انك انت تشتغل بها في ال machine learning والAI من غير اصلا ما يكون عندك اي background عن ال ML او عن ال AI فبالتالي اقدر ان انا استخدم ال new technologies من غير ما يكون عندي معلومات او ان انا تكون دارس ال new technologies ديات اقدر انا اعمل لها بشكل مباشر. لو سمحت stop spending money على ال run and maintaining data centers. خلاص? اه ملكش دعوة بقى السيرفرات بقى اللي موجودة الكهرباء اللي انت بتتفحها ال air conditioning اللي انت بتستهلكه طبعا بعد الشرع لو في اي سيرفر درب مسؤول انك انت تعمل له صيانة مسؤول لو سمحت ما تفكرش في الحاجات دي كلها ركز لو سمحت على ال business بتاعك. احنا مش عايزينك تفكر في ال IT احنا عايزينك تفكر في ال business بتاعك. طيب الحمد لله الميت customer بقوم الف والالف بقوم تلتمية الف. بس بدأ كمان يطلع لي customer's الحتة التانية في العالم. بدأ شوية customer's يجولي من الخليج مسلا. بدأ شوية customer's يجولي من آآ من آسيا بدأ شوية customer's يجولي من امريكا. طب انا ممكن اقدر ان انا بتاعتي في سيرفرات قريبة من اللي موجودين في امريكا. اقدر الافليكيشان بتاعتي ع WiFi على سيرفرات قريبة من اللي موجودين في الخليج. عشان اقلل الليتنسي واحسن الابليكيشن بتاعتي. تخيل لو انت مش شغال على كلاود. يبقى حضرتك هتضطر تروح تبني داتا سنتر تانية زي اللي انت بانتها في مصر. تروح تبنيها انت كمان في ايه? في امريكا. وتروح تبني لك داتا سنتر كمان في اسيا. وتروح كمان تبني لك داتا سنتر في الخليج. طب ليه كل ده? انا اقدر استخدم اي دابليو اس جلوبال انفرستراتشور ان انا بمنتهى البساطة احط الابليكيشن بتاعتي في في اي دابليو اس. وطبعا ده هيكون كويس للكاستمرز بتوعي. عشان هيقلل الليتنسي ويحسن الابليكيشن برفورمانس للكاستمرز بتوعي المتوزعين حوالين العالم. يبقى دي كلها كانت مميزات من استخدام الكلاود. اي اسئلة جماعة في من استخدام الكلاود? طيب. هاي. هاي. طيب. امازون ويب سيرفز. احنا قلنا ان اي دابليو اس? هي اختصار كلمة امازون ويب سيرفز. يعني ايه امازون ويب سيرفز? امازون طبعا ده اسم الشركة الام. اللي هي طبعا شركة امازون. ويب يعني متوقع. ده بتاع الكلاود بيقول لي انك هتطلب الريسورسز بتاعتك عن طريق الانترنت. تمام? فلازم اكسس السيرفزز بتاعتي عن طريق الانترنت. فهي ويب. سيرفزز. كل الكل السيرفزز اللي بتقدمها لك اي دابليو اس هي عبارة عن هدمات على الانترنت. تمام? يعني لما حضرتك هتطلب ماشين. يبقى حضرتك بتعمل بتطلب ماشين بتطلب ماشين بتاعتك انك تشغل بتاعتك. فده ماشين بتاعتك. واحنا بنقدم لك السيرفز بتاعت ماشين. طيب هو يعني ايه يعني ايه ويب سيرفز? الحقيقة الفكرة بتاعت الويب سيرفزز دي يا جماعة فكرة قديمة وظهرت من فترة طويلة قوي. آآ بدأت الفكرة خالص في الاول خالص ان آآ بقت فيه ناس عايزة تقدم خدمات على الانترنت. سيه مثلا ممكن الخدمة دي مثلا بتا بتقولك مثلا درجة حرارة النهاردة كام? ممكن تكون بتقولك تغيير العملة بتسوي كام? فبدأت خدمات بسيطة تظهر على الانترنت بالشكل ده. المشكلة ايه في الاول لما ظهرت اول ما بدأت تظهر الويب سيرفز? ان دي خدمة انا بقدمها على الانترنت فانا عايزها تبقى بشكل ستاندرد. مش عايزة اقول انا بقدم الخدمة دي عن طريق جافا او عن طريق دوت نت او 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 اي ان كانت التكنولوجي او البروغرامنج لانجوش اللي انت عايزة. انا عايزة احط طريقة ستاندرد بحيث الراجل بتاعة جافا يقدر يكلمني بحيث الراجل بتاعة دوت نت يقدر يكلمني اي حد باي تكنولوجي يقدر يكلمني. وبالتالي كان لازم يبدأ يدبني على ستاندردز علامية. فالويب سيرفيس بدأت تدبني على ايه? ان الريكوستات هتبدأ تتشال او هيبدأ يحصل الكميونيكيشن عن طريق الاتش تي تي بي واي بروغرامنج لانجوش تكلم مع الاتش تي تي بي بروتوكول. طب ده بالنسبة للبروتوكول اللي هيشيل الديتا. طب الديتا بقى نفسها هتبقى شكلها عامل ازاي? فقالوا طيب عايزين برضو طريقة ستاندرد نقدر نشيل بيها الديتا او نقدر ننقل بيها الديتا من اللي السيرفر بتاعنا اللي هيقدم الخدمة. الديتا دي كانت عبارة عن شكلها ايه? عبارة كانت عن اللي احنا بنسميها الاكس امال. وفي الاول خالص الويب سيرفيس كلها ظهرت بي الاكس امال. الحقيقة الاكس امال او ان احنا نقرأ الاكس امال او ناخد الديتا بتاعتنا من الاكس امال ما هيش اسهل حاجة. وفي نفس الوقت بتحط شوية لود على البروسيسوس. بوجود طبعا الموبايلات والحاجات دي في الفترة الاخيرة والهاند هيل ديفايزز بقوا معايزين طريقة يقدروا ينقلوا جهة الديتا بس ما تستهلكش باور جامد قوي من البروسيسوس بتاعتنا واحنا بننقل الديتا. فعشان كده اخترعوا الجافا سكريبت اوبجيكت نوتيشن اللي احنا بنسميها الجيسون. وبدأت السيرف الكلاينت بتوعي يتكلمه مع السيرفر بتاعي عن طريق الويب سيرفز. البروتوكول عبارة عن اتش تي تي بي. انا حوفر لك الخدمات بتاعتي على هيئة اي بي ايز. تقدر تتكلم مع الاي بي ايز دي عن طريق الاتش تي تي بي. وجوه الاتش تي تي بي ده هتلاقي الاتا بتاعتك موجودة كاكس ام ايل او كجيسون. الكلينت يبدأ يكلم الويب سيرفز والويب سيرفز يبدأ ترد عليها. طب اعلق كلها يا جماعة بتتقدم ازئي ويب سيرفز عن طريق ان هي بتقدم لك اي بي ايز تقدر تعمل لها كول. فانت حضرتك ككلاينت تقدر انك انت تتكلم الاي بي اي لاير بتاعت اي دابيو اس. فسي مثلا. قلنا نمسح كده. سي مثلا حضرتك هنا عايز تكريات فيرتشوال ماشين. حضرتك هتبعت ايش تي تي بي بروتوكول. او ايش تي بي ريكوست. جوه الاتش تي تي بي ريكوست دوت. هتكون حاطة الديتا بتاعتك انك انت بتقول انا عايزة كريات فيرتشوال ماشين. وادي بتاعت الفيرتشوال ماشين. تمام? نوعها ايه? آآ اللي هيشتغل عليها ايه? وهكذا. كل الاتريبيوتس اللي انت عايزها عشان تشغل الفيرتشوال ماشين. الريكوست دوت يروح للويب سيرفز لاير بتاعت اي دابيو اس. تبدأ تروح وتشغل لك الفيرتشوال ماشين اللي انت عايزها. بعد كده ترجع لك بالرسبونس وتقول لك تمام انا تشغلت لك خلاص الفيرتشوال ماشين اللي انت طلبتها. طيب. وقت اربع الويب سيرفز هي سيكيور كلاود platform that offers a broad set of cloud based products. يبقى اي دابيو اس يا جماعة مش بس بتقدم لك مش بس بتقدم لك مش بس بتقدم لك مش بس اي دابيو اس يا جماعة عندها اكتر من متين سيرفز. اكتر من متين سيرفز. كل السيرفز بيبقى جلوها مجموعة من الفيتشورز. مجموعة الفيتشورز اللي جوه السيرفزز بيعدي تسع تلاف فيتشور. فحتيجي تقول لي طب ليه اي دابيو اس عندها سيرفزز كتير قوي كده. الحقيقة يا جماعة اي دابيو اس لما بتتيجي تبني سيرفز جديدة مش بتبنيها في منفراغ. لا. هي بتبدأ تبني السيرفزز بتاعتها بناءا على الفيد باكس بتاعة الكاستمر. الكاستمر والله قال انا محتاج فيرتشوال ماشينز مثلا بموصفات معينة او انا بحتاج مسلا سيرفز للماشين بتعمل لي كزا وكزا. فبتبدأ اي دابيو اس تاخد الريكوارمنتز بين الكاستمرز او المشاكل اللي بتقابل الكاستمرز وبتحاول تعمل لهم سيرفز عشان تحل لهم المشكلة. طيب. هي خلاص بقى فهمنا احنا الجملة ديت. ده بتاع الكلاو. طبعا عندها فليكسبيليتي عالية. وحدفع على حسب الايه? على حسب الريسورسز اللي انا بستخدمها. طيب الحقيقة هتيجي تقول لي طب انا انا هستخدم انهي سيرفز. لا حضرتك هي مفيش حاجة اسمها انا هستخدم انهي سيرفز. انت بتستخدم مجموعة من السيرفز بيشتغله مع بعض كبيلدين بلوك س. بمعنا انناي الانهاردة عايز اشغل لفرتشو المشين هل انا بس هشغل لفرتشو المشين. لا. ما هي لفرتشو المشين دي عشان تشتغل. محتاجة ستوريج. يبقى هنا هستخدم لفرتشو المشين ده سيرفز. وهستخدم لفرتشو المشين ده سيرفز وحستخدم الестиوريج دي سيرفز عشان السيكوريتي. يبقى هي مش مجرد اني بستخدم سيرفز واحدة. لا السيرفزز دي انا بستخدمهم كلهم مع بعض كبالدينج بلوكس. وطبعا على حسب عندك انت بتشوف ايه السيرفزز اللي بتناسب اليوز كيس اللي انت عايز تعملها في الانفورمينت طيب كل دي يا جماعة عبارة عن من السيرفزز اللي بتقدمها ايه ده بلوس. دي كاتيجوريز. يعني جوا الاناليتيكس دي هتلاقوا عندنا مجموعة من السيرفزز. مجموعة من السيرفزز. مجموعة من السيرفزز. طبعا عندنا مجموعة ضخمة من السيرفزز ودي الكاتيجوريز اللي بتكون موجود فيها السيرفزز بتاعت. احنا ما عندناش سيرفز واحدة من السيرفزز. عندنا اكتر من سيرفزز للسيرفز. هناخد تلاتة منهم ان شاء الله في الموديول بتاع السيرفزز. وستيل برضو عندي حاجات تانية برضو مش هنلحق طبعا نغطيها كلها. طيب. انا عايز اشغل virtual machine. ازاي هشغل بتاعتني? عندي تلات طرق عشان اعمل مع ال API layer بتاعت AWS. هي دية ال API layer. هي دية الويب سيرفز اللي احنا اتفقنا عليها. هي دية الويب سيرفز اللي احنا اتفقنا ايه? عليها. طب انا هانتراجت معاها ازاي? ممكن اينتراجت مع اللير دي عن طريق المانجبينت كونسول. ايه هي المانجبينت كونسول? هي عبارة عن application web based application deployed. بدخل عليها بالURL. اعمل لوجين عليها واقدر اكسس AWS resources. اقدر اشغل virtual machine. اقدر اقفل virtual machine. اقدر ابلود فايلز. اقدر اكريات ستورج سيرفز. وهكذا. طيب دي طريقة. الطريقة التانية عن طريق command line. عرفيني الشاشة السوداء ديت اللي بتظهر بتاعت الويندوز. بتاعت الضص بتاعت زمان. هي ديت ال command line. اقدر ان انا انتراجت مع ال API layer عن طريق command line. ودي اللي بيحبوها او ال administrator او system administrator. ليه? لان هو سيه مسلا عايز بسلا ان يشغل virtual machine وعايز يكون فيجر شوية حاجات في وعايز يكون فيجر شوية حاجات في وعايز يكون فيجر شوية حاجات في فبدل ما يخشك على المانيش من ويخرج. لأ يقول لك انا هعمل الكلام ده على طول عن طريق command line. يقدر يكتب اوامر على طول تاك 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 بسرعة بسرعة بسرعة. تمام? فيقدر يعمل اكتر من حاجة باستخدام وكمان بيقدر يكتب سكريبتات. يعني يقدر ينفذ اكتر من command في نفس الوقت او ورا بعض على طول عن طريق سكريبت. يكتبه وينفذ اكتر من امر في نفس الوقت على طول. فدي لو انت و بتحب تكتب command lines. طب لو انا بقى developer لو انا بقى developer هكتب عن طريق الايه? ال sdk. تمام? ان انا اقدر اكتب مسلا كود. انت بقى بتحب بلغة ايه? ممكن تكتب java. ممكن تكتب python. ممكن تكتب dot net. على حسب اللغة اللي انت بتحبها. بتستخدم ال sdk عشان تقدر تتعامل مع ال api layer. طيب اي اسئلة يا جماعة? ال sdk python اللي هي البوتو 3 صح? تمام يا دكتور فادي? تمام يا دكتور فادي? هاي اللي. طيب اي اسئلة يا جماعة? طيب هاي اللي هاي. نبدأ ندخل مع بعض في ال global infrastructure. ايه دي من الحاجات اللي مخلية فعلا AWS كتلاود روفايدر? فعلا قوية جدا 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 ازاي السيرفرات بتاعة AWS متوزعة حوالين العالم? تمام? وعلى فكرة احنا لازم نفهم ال infrastructure ده كويس. علشان ده هيخلينا ناخد حاجات في اعتبارنا واحنا بنبني ال environment بتاعتنا. طيب ازاي كلام دوت? اول حاجة السيرفرات بتاعة AWS يا جماعة متوزعة في حاجة اسمها ريجونز. متوزعة في حاجة اسمها ريجون. يعني ايه ريجون? ريجون ديت يعني geographical area. تمام? منطقة جغرافية. بتيجي ايه ده? بلقسم تقول والله انا حبني ريجون في المنطقة دي. فبتبدأ تختار منطقة جغرافية وحتبدأ تبني فيها ال data center بتاعها. طيب الريجون عبارة عن ايه يا جماعة? الريجون بتكون عبارة عن حاجة اسمها availability zone. كل ريجون كل ريجون بيكون فيها على الاقل اتنين availability zone. حقيقة الدوكومنتيشن بتقول كده لكن فعليا هما ما بيكونوش اتنين في AWS. بتكون المست كومن بيكونوا تلاتة. المست كومن بيكونوا ايه? تلاتة. هل ممكن يبقوا اكتر? اه ممكن يبقوا اكتر. عندنا مسلا حتة زي نورثين فيرجينيا دي فيها ستة availability zones. تمام? طيب. فكل ريجون بيكون فيها availability zones. قلنا مست كومن بيكون تلاتة availability zones. مي يا جماعة? بيكون جواها ال data centers. ال data centers دي عبارة عن ايه? ال data centers دي عبارة عن مبنى. المبنى دوت بيكون جواه ال physical servers بتاعت AWS. مش انت عشان تشغل virtual machine لازم تشتغل على سيرفر حقيقي موجود حقيقي. تمام? السيرفر الحقيقي ده بيكون موجود جوا ال data centers دي. وكل availability zone ممكن يبقى جواها اكتر من data center. فانت متفيل ان كل data center بيكون فيها من خمسين لتمانين الف سيرفر. وممكن availability zone يكون فيها اكتر من ايه? من data center. وكل region فيها على الاقل اتنين. بس احنا قلنا most common بيكون تلاتة availability zones. انت متفيل كمية السيرفرات. تمام? طيب. ايه بقى قصة? يبقى availability zone الوحدة? خلاص. دي بتكون عبارة بقى عن مكان. المكان دوت بيكون فيه مباني. المباني دي شايلة AWS servers. بعد كده في المنطقة الجغرافية دي اللي احنا قلنا عليها اللي اسمها ال region. تبني availability zone. على بعد تقريبا ميت كيلو او اقل من ميت كيلو شوية. تبدأ تبني availability zone تانية. ويبقى فيها برضو data centers تانية. ويبقى فيها برضو physical servers A تانية. بعدين على بعد ميت كيلو منهم هما الاتنين. تبدأ تبني availability zone تالتة. جواها data centers تالتة. وهكذا. كل availability zones ديت. كل availability zones ديت. بيكونوا متوصلين مع بعض ب low latency network. او بنسميها high band network. يعني ايه? نتورك سريعة جدا 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 جدا. مش كده وبس. كل النتورك دي كمان بتكون redundant. بتكون ايه? redundant. يعني كل availability zone بتتصل بالتانية باثنين network. ليه? عشان لو واحدة وقعت او واحدة حصل فيها مشكلة. التانية تكون بتاعتها على طويل. طيب. حلو يا احمد الكلام دوت. يعني الاركتكتر ده جميل وزريف وكل حاجة. بس هيفدني انا في ايه? يعني ليه? انا لازم ابقى عارف كل دوت. الحقيقة وجود اكتر من availability zone عندي في ايه دابليو اس? بنستخدمه عشان نحقق حاجة اسمها الهاي availability. to achieve high availability. يبقى انا ليه بستخدم يا جماعة ال availability zones عشان اتشيف high availability. يعني ايه high availability? تخيل لو انت مشغل الابليكيشن بتاعتك على سيرفرات في availability zone ديت. وال availability zone دي. ممكن availability zone يحصل لها اوتج في ايه دابليو اس? او ممكن عادي. تمام? طب لو انا الابليكيشن بتاعتي شغالة في availability zone دي. وحصل فيها اوتج لأي سبب من الاسباب. كده انت فقدت الابليكيشن ايه? بتاعتك. عشان كده ايه دابليو اس بتقول لك? عشان تحقق ال high availability للابليكيشن بتاعتك لو سمحت deploy الابليكيشن في اتنين availability zone. عشان لو واحدة من ال availability zone حصل فيها اوتج لأي سبب من الاسباب. سيل الابليكيشن بتاعتك تكون في availability zone تانية. وهنا بقى بيبدأ يقول لك ليه احنا بيبقى عندنا لان طبعا ممكن الابليكيشن زيه بتكون في data replication بينها وبين بعض. فبحتاج الابليكيشن عالية عشان تبدأ تعمل الابليكيشن ده. في نفس الوقت ده برضو يفصر لك ليه الابليابليتي زونز بتكون بعيدة عن بعض شوية. عشان انا بحقق 99.999 availability ده هيكون على حسب الconfiguration اللي حضرتك هتعمليه. فممكن تحقق دوت طبعا انك تعملي على تلاتة availability zones. عشان تزودي بتاعتك. حنتشوف بقى كمان يعني مش عارف. لا ما اعتقدش هنتكلم عن الكلام ده قوي في الكورس لكن كمان انا ممكن انا plan for disaster recovery. انا ممكن يحصل في الريجون كاملة. فممكن ان انا حط الابليكيشن كمان في ريجون تانية. عشان لو الريجون دي حصل في ها اوتج. يبدأ احط يبقى عندي من الابليكيشن في ريجون تانية. وده يزود لك نسبة الهاي بتاعدي. عشان كده احنا دايما بنقول ايه? ان الهاي كل ما زودنا بتاعت الهاي كل ما زودنا التساعات اللي في الاخر دي? بتزيد معايا التكلفة. بتزيد معايا التكلفة. لان انا ممكن احقق 99.9 ان انا اديبلوي في اتنين availability zone. لا انا عايز ازود تسعة كمان حيبقوا في تلاتة availability zone. لا عايز ازود اكتر من كده كمان. لا ده انا حطرها في ريجون مختلفة. تمام? ممكن في الريجون التانية دي اديبلوي في one availability zone. لا في اتنين availability zone. فانا عمالة ازود بتاعت الابليكيشن بتاعتي وبالتالي التكلفة عمالة زيد. ايه دابلوي اس? مش بتكبرك على حاجة معينة. ده في الاخر اختيارك انت. انت لبتعمل للابليكيشن. والله حضرتك هتعمل لها one availability zone. يبقى توقع ان بتاعتك ممكن تخرج بالخدمة في اي وقت. طيب عملت لها على اتنين. زودت وزودت تلاتة زودت اكتر وزودت تانية خالص زودت اكتر واكتر واكتر الطب ده بيعتمد على ايه? بيعتمد على بتاعت الابليكيشن بتاعتك. والله البيزنس ممكن يقول لك انا ممكن استحمل مثلا الابليكيشن بتاعت تقع لمدة ساعة ساعتين تلاتة. الابليكيشن بتاعتي مش critical قوي. واحد تاني يقول لك لا انا بتاعتي جدا انا عايزة اهائ واحد تاني يقول لك لا انا عايزةälle حاجة زي فيسبوك والحاجات دي. الشركات دي لما بتقع وصارة في الفلوس غير طبيعية. فالراجل ده هيعمل طبعا في اتنين وفي تلاتة وفي اتنين وفي عشرة كمان. ليه? لان هو لو وقع بقت المشكلة عنده ايه? كبيرة. فده طبعا بيعتمد على مدى بتاعت الابليكيشن بتاعتي. اتمنى ده وقت يكون جاوب سؤالك يا دكتور هيبا. تمام. هي. طيب. الريجون بقى زي ما اتفقنا. شايفين يا جماعة كل النقط الخضرة دي? كل النقط الخضرة ديت عبارة عن ايه ده بيقصة عندها دلوقتي تلاتة وتلاتين ريجون. عندها دلوقتي تلاتة وتلاتين ريجون. اللي بالأحمر دول كومينج سون. يعني في اهو تلاتة داخلين في الخدمة قريب ان شاء الله. اربعة كمان. داخلين في الخدمة ايه? قريب. يعني قريب جدا ان شاء الله هيقو سبعة وتلاتين ايه ريجون. خلي بالكوا بقى. احنا قلنا ايه? في بقى هنا حتة مهمة يا جماعة عايزين نفرق بينها. احنا قلنا ان جوة النقطة الخضرة دي. النقطة الخضرة دي هي اللي بتمثل الريجون. لو رجعت كده هي اللي بتمثل الريجون دي كلها. الريجون كل اللي جوة الريجون مرتبطين مع بعض بنتورك خاصة بيهم. تمام? وكمان كل الريجون دي. كل الريجون دي مرتبطة مع بعض بنتورك. مرتبطة مع بعض بايه? بنتورك. بنسميها ايه بقى? بنسميها ايه دابليو اس باكبون ايه نتورك. دي النتورك اللي بتربط ايه دابليو اس طيب لو احنا بقى خدنا النقطة الخضرة الصغيرة دي وكبرناها اللي هي بقى الريجون. حنلاقي ان الريجون بيكون جواها تلاتة افليابيليتي زونز ده المست كومن. كل الافليابيليتي زونز مربوطة مع بعض بهاي باند ويذ نتورك. ولو خدت الافليابيليتي زون دي وكبرتها. حلاقي ان جوا الافليابيليتي زونز هلاقي فيه عندي data centers. وكل data center بيكون فيه الاف من AWS physical servers. ليه بنستخدم يا جماعة الافليابيليتي زونز المختلفة؟ او ليه عندي افليابيليتي زونز مختلفة؟ عشان ااتشيف هاي افليابيليتي. عشان ااتشيف ايه؟ هاي افليابيليتي. وطبعا النتورك دي كلها بتكون هاي سبيد برايفت لينكس بتكون نتورك سريعة بتكون ايزوليتد ديزاين فور فول تويلانت فهما ريداندنت وطبعا الدياتا سينترز موجودة جوه الريجونز او موجودة جوه الافيلابيليتي زونز لمنتهى الدقة يعني وقلنا ان الافيلابيليتي زونز دي تقريبا بتكون بعيدة عن بعض تقريبا في حدود 100 كيلو او اقل من 100 كيلو بشوية تاني اللي بيكون جواها الفيزيكال سيرفرز بتاعت اي دابلو اس وكل واحد تقريبا بيكون جواه من خمسين لثمانين الف سيرفر تقريبا وطبعا السيكوريتي بتاعت الدياتا سينترز ديت بتكون ايه دا مسؤولة انها هتحمل ايه الباباني ديت عشان طبعا الدياتا بتاعتك اللي موجودة جواها طيب احنا شفنا في الخريطة خريطة لايف كده جمعا تعالوا نبصوا على الخريطة لايف تعالوا نروح هنا نكتب في جوجل ايه دابلو اس جلوبال انفرستركتر هروح هنا هاتف جلوبال انفرستركتر ادي ايه دابلو اس عندها تلاتة وتلاتين جواهم مية وخمسة زون طبعا انتخيل بقى مية وخمسة زون شوف في كل جوا زون كم تخيل كده بقى عدد السيرفرات بتاعت ايه دابلو اس عاملة ازاي وقادي الخريطة تمام لو انا وقفت على الريجون كده جماعة لو انا عملت هوفر على الريجون كده شايفين المكتوب هنا ايه تحتيها ان يوروب دي موجودة في ستوك هول والافيليبيليتي زونز اللي جواها تلاتة افيليبيليتي زونز لو انا وقفت هنا ادي اسبانيا اسبانيا وجواها تلاتة افيليبيليتي زونز كاب تاون جواها تلاتة افيليبيليتي زونز اللوكال زونز هنشرحها دلوقتي مع بعض برا طب بصوا بقى لو روحت هنا نورت الفرجينيا نورت الفرجينيا طبعا ريجون ضخمة جدا في امريكا جواها بقى كم افيليبيليتي زونز شايفين ستة افيليبيليتي ايه زونز زي ما قلت لك احنا على الاقل اتنين افيليبيليتي زونز لكن تقريبا ده ما بيبقاش موجود احنا عندنا تقريباً بيبقوا ثلاثة. ممكن لو ريجون لسه طلع جديد يبقوا اتنين افلابيلتي زون بعدها على طول تبقى ايه مبقوا ثلاثة على طول. طيب شفنا ان عندي موجودة في حتة كتير في العالم. انا هاختار الريجون بناء على ايه? فاول حاجة هتيجي في دماغكم كلكم هتقولولي الليتنسي. انا هاختار اقرب ريجون ليا عشان اقلل الليتنسي. عشان اقدر اكسس الوركلود بتاعتي لانها بتكون طبعاً قريبة مني. فاقدر اكسسها بشكل اسرع وبالتالي هيحسن البرفورمانس. حقيقة فيه حاجة اهم من الليتنسي هي الجوفرنينس. ممكن تكون عندك ريجيوليشنز بيقول لك ان الداتا بتاعتك ما ينفعش تخرج من الريجون ديت. تمام? لو انت عندك ريجيوليشنز من الحكومة بتاعتك بيقول لك ان الداتا بتاعتك ما تنفعش تخرج من ريجون معينة. خلاص انت بقيت ريستريكتد انك انت تشتغل على الريجون اللي تابع بتاعتك. طيب لو ما عندكش ديت لازم بقى تبدأ تبص على طبعاً دي اهم واحدة لان ديت لو موجودة خلاص انت ما عندكش حلول تاني. انت هتشتغل على الريجون دي ما عندكش حلول تاني. طيب لو ما عنديش الكلام ده ممكن ابدأ ابص على اختار اقرب ريجون لي او اقرب ريجون للكاستمرز بتوعي عشان اقدم لهم الابليكيشن لوليتنسي ابليكيشن وبالتالي يبقى الابليكيشن بتاعتي سريعة بالنسبة لهم او اخليها قريبة من الشركة بتاعتي لان الموظفين اللي في الشركة عندي هم اللي حيعملوا اكسس للابليكيشن دي فعايزة تبقى سريعة بالنسبة للموظفين. طيب السيرفيس افليبيليتي. مش كل يا جماعة في كل تمام? انا مش بتكلم طبعا على الحاجات زي والنتورك والستورج. لا الحاجات دي طبعا موجودة في كل حم نتكلم على زي حاجات مسلا. السيرفيس بتاعت الساتيلايت مش في كل فلو انت هتستخدم انت شايفها شوية اتأكد انها موجودة في الريجون الخاصة بيك. او اختار انت ريجون تكون فيها السيرفيس دي. تاني تالت رابح حاجة. الحقيقة ان AWS سيرفيس مش سابتة اكروس AWS ريجون. يعني انا يا احمد ممكن اشغل ري اه virtual machine بمواصفات معينة في امريكا تكون ارخص او تكون مختلفة في سعرها عن نفس ال virtual machine اللي هشغلها في اوروبا اه او اللي هشغلها في البرازيل اه هي نفس ال virtual machine بس تمنها في البرازيل غير تمنها في ايه في امريكا. ليه? لان AWS بتقولك ان running business بيختلف من بلد لبلد. ممكن تكون حطة الارض اللي بتشتريها AWS اللي بتبني عليها ال data centers بتاعتها. ممكن تكون تمن الارض في البرازيل اغلى من تمن الارض في امريكا. ممكن تكون الدرائب اللي بتطفرت في البرازيل اغلى من الدرائب اللي بتطفرت في امريكا. وبالتالي تمن السيرفيس بيختلف من الريجون لإيه? لريجون. طيب. احنا كده عرفنا تلات حاجات. ايه هما? عرفنا يعني ايه? ريجون. عرفنا يعني ايه? وعرفنا يعني ايه? ال data center. الحقيقة ايه دابلو اس قبلتها مشكلة. انتم متخيلين يا جماعة عشان ايه دابلو اس دلوقتي تبني ريجون? هي محتاجة مكان عامل ازاي? هي هتبني مبدئيا في الريجون بتبني ثلاثة availability zones. بيكونوا معادة عن بعض ميت كيلو. والريجون دي او ال availability zone دي بتكون فيها مباني. والمباني دي بتكون فيها data centers. هي محتاجة مكان كبير. مش مش اي حتة صغيرة ايه دابلو اس تنفع تبني فيها availability zone او اي حتة صغيرة ينفع ايه دابلو اس تبني فيها ريجون. طيب. لهذا السبب قبلت ايه دابلو اس مشكلة. ايه دابلو اس لقيت ان عندها اماكن في العالم بيكون فيها ازدحام شديد. بس الاماكن دي بيكون فيها عند ايه دابلو اس كاستمرز كتير في المنطقة دي. ناخد مثال مع بعض. في كاليفورنيا مثلا. هناك فيه هوليوود. طبعا هوليوود بتشتهر بصناعة تخدمه ايه دابلو اس. بس في نفس الوقت ايه دابلو اس مش قادرة تبني ريجون كاملة جوه هوليوود. ليه? لان دي منطقة فيها زحام شديد منطقة فيها شركات كتير. فمش قادرة تبني كومبليت ريجون او كومبليت افلابيليتي زون جوه المنطقة دي. تعمل ايه بقى ايه دابلو اس? تسيب الكاستمرز دول خلاص كده? قالت لهم لا. انا حبنلكو حاجة برضو تساعدكو ان انتو تقدموا الابليكيشنز بتاعتكم بشكل سريع وتبقى الابليكيشن كويسة جدا. ازاي? ايه دابلو اسألت لهم ببصوا. انا في المكان الزحمة ده. انا هشوف حتة صغيرة كده. هبنلكو فيها داتا سنتر صغيرة او. هحط فيها شوية سيرفرات كده بتاعت ايه دابلو اس. بس مش هتكون فيها كل حاجة. شوية سيرفرات صغيرة كده. وهوصل الداتا سنتر الصغيرة دي باقرب ريجون. عن طريق كابلات ايه دابلو اس. وبالتالي النتورك بتاعتها لأقرب ريجون هتكون سريعة جدا لانها هتمشي جوه كابلات ايه دابلو اس. ملهاش دعوة بالايه? بالانترنت. اللوكالز دونز دي. هتشغل الحاجات الاساسية. والله لو محتاج كومبيوت داتا بيز ستوريج. الحاجات الاساسية دي هتلاقيها في الاتا سنتر الصغيرة اللي انا بقى لك. طب احتاجت بقى الحاجات الكبيرة زي الماشين ليرنينج وزي الاتا اناليتك سوكلادة. لا الحاجات دي انا مش هقدر اوفرها لجوه الاتا سنتر الصغيرة. انا ما عنديش مساحة احط السيرفرات بتاعت كلها. طب هنعمل ايه? هنوصلك باقرب ريجون عن طريق ايه دابلو اس باكبون نتورك. عن طريق النتورك بتاعت ايه دابلو اس. وبالتالي يا اما هتستخدم الحاجات الاساسية من الديتا سنتر القريبة لك على طول. فهتبقى البرفورمانس كويسة. طب لو مش موجودة هتستخدمها من اقرب ريجون ديك. ولكن الريكوستات هتمشي جوه ال ايه دابلو اس نتورك مش هتمشي عن طريق الانترنت. فبرضو البرفورمانس بتاعها هيبقى كويس. فلوكال زونز هي الديتا سنترز الصغيرة اللي بتبنيها ايه دابلو اس قرب الكاستمرز بتوحها لما ما تكونش عارفة تبني ريجون كاملة او افليبيديتي زوند كاملة. اللوكال زونز دي الديتا سنترز الصغيرة دي ما بيكونش فيها كل السيرفز بتاعت ايه دابلو اس. الحاجات الاساسية زي الكمبيوت الستوريج الديتابيزز الكلام ده. طب احتاجت لحاجات الادفانسد هي برضو مرتبطة باقرب ريجون عن طريق ايه دابلو اس باكبون ايه نتورك. اقدر استخدم اللوكال زونز دي في ايه? ان انا بدليفر اللو ليتنسي ايه ابليكيشن. طب انت خيلوا اللو ليتنسي ابليكيشن دي جوه هوليوود بقى نفسها وكل الكاستمرز بتو هوليوود بيستخدموا الايه? الانفرستاكشن دي. اللي هي ديتا سنتر دي ممكن تبقى في الشارع اللي جنبك او في الشارع اللي وراك او بعدين بقى خمس ست شوارع. فهي قريبة جدا ليك وبالتالي الليتنسي للابليكيشن بتاعتك بتكون قليلة جدا والبرفورمانس بتكون كويسة جدا. عشان كده احنا بنسمي اللوكال زونز يا جماعة بنسميها انفرستركتر ادي اج. يعني ايه ادي اج؟ اج يعني انا بحاول اقرب من على قد ما بقدر. فانت شفته بدل ما كان الريجون والافيليبيليتي زون بعيدة عن الكاستمرز بتوع ايه دابلي اس? ايه دابلي اس عايز اتقرب للكاستمر. فراح ترايح بول حتة اللي فيها كاستمرز كتير من ايه دابلي اس? وراح تبني لهم داتا سنتر ايه صغيرة. اا 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 اي دابلي اس ناتورك از سيم لينك باكبون انترنت ناتورك? اه فايبر كونكتيفتي طبعا. فايبر كونكتيفتي بتطلع من اللي هي اللوكال زون كابلات بتطلع فايبر كونكتيفتي على طول لأقرب ايه? لأقرب ريجون. او من ريجون لايه? لريجون. ده ال ايه ده بلو اس باكبون ايه? نتون. وكابلات ماشية في المية برضو. نفس الفكرة بتاعت الانترنت بالزبط. طيب هاي اللي. يبقى احنا لغاية دلوقتي فهمنا يعني ايه? 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 كي عندي حاجة كمان اسمها الاج لوكيشنز. يعني ايه? اللي احنا بنسميها. يعني ايه? يا جماعة هو مصطلح في النتورك? هو نقطة التقاء ما بين اتنين نتوركس مختلفين. هتقول لي ايه ده? هو احنا عندنا اتنين نتوركس مختلفين اصلا يا احمد. ايوة. يا احمد انت لسه قيل لنا عندنا ايه دا بلو اس باكبون نتورك? صح? قلت لك صح? بس انا من شوية وانا بقول لك الديفينيشن بتاع الكلاود. قلت لك انك هتبعت الريكوست بتاعك عن طريق الانترنت. فاكيد في لحزة ما لازم الريكوست بتاعك يطلع من الانترنت يروح ل ايه دا بلو اس باكبون نتورك عشان يروح للريجون بتاعتك صح? ولا غلط? اكيد. يبقى هنا انا عندي اتنين نتورك. تمام? الانترنت و ايه دا بلو اس باكبون ايه? نتورك. فاكيد في نقطة التقاء ما بين الانترنت وما بين ايه دا بلو اس باكبون ايه نتورك. طيب. نقطة الالتقاء دي بتكون عبارة عن داتا سنترز الصغيرة جماعة. الديتا سنترز دي بيكون فيها ايه? بيكون فيها سويتشيز وراوترز عشان تهندل الكمميونيكيشن ما بين الانترنت وما بين ايه دا بلو اس باكبون ايه نتورك. هاي. دي بقى بنسميها في ايه دابلو اس ما بنسميهاش بقى الpoint of presence بنسميها edge locations. يبقى الedge locations هي الpoint of presence ما بين ال ايه دابلو اس باكبون نتورك وما بين الانترنت. طيب ايه دابلو اس لقيت نفسها انها كده 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 بتبني داتا سنترز حوالين العالم علشان تمانيج الايه? الكمميونيكيشن ما بين الانترنت وما بين ايه دابلو اس باكبون ايه نتورك. قالت لك طب وانا ها يعني حبني داتا سنتر عشان احط فيه شوية سويتشز وراوترز وخلاص على كده. لأ انا هستفيد بالedge locations دي. ايه بقى هعمل ايه جوى الedge locations دي? هستخدمها في concept عالمي معروف اسمه content delivery network. يعني ايه content delivery network? تعالوا ناخد اكزامبل كده مع بعض ونحاول نفهم الفكرة بتاعته ماشي ازاي. خلي بالكم اسمها content content delivery network. ركزوا في حتة content دي مهمة. طيب ايه اللي بيحصل? تعالوا ناخد اكزامبل. انا عندي النهاردة customer موجود في الصين. ده عايز يتفرج على فيديو في شركة نتفلكس مثلا. ونتفلكس حتى الفيديو بتاعها في البرازيل. عشان ده يتفرج على الفيديو ده الطبيعي. الطبيعي من غير edge locations من غير اي حاجة. خلاص? ان ال customer هيبعت ال request لغاية عن طريق الانترنت. لغاية ال region ويوصل لل region هنا. وبعد كده يبدأ يحصل streaming للايه? للفيديو عن ال customer. طب شيء كويس. بعد ما ال customer ده تفرج على الفيلم عجبه قوي. رح طالع الجاره اللي في الدور اللي فوقيه. وقاله لو سمحت. اتفرج على الفيلم ده ده فيلم جميل جدا. فده جاره عايز يتفرج على الفيلم. فهو كمان هيبعت request للريجون. والريجون برضو هترد عليه عن طريق. على الفيديو. فهم الاتنين هيتفرجوا على نفس الفيديو. بس طبعا ده ممكن يكون فيه ليه تنسي عالية نتيجة ان الريكوستات بتمشي عن طريق الانترنت. طب عندنا حل احسن? اه عندنا احسن. مش احنا اتفقنا ان دي هي نقطة التقاء ما بين اي دابليو اس باكبون نتورك وما بين الانترنت متوزعها حوالين العالم. اي دابليو اس جماعة عندها اكتر من ستمائة اج لوكيشن. اكتر من ستمائة اج لوكيشن. على فكرة الرقم ده كان ربعمية من حوالي سنة. تمام? او سنة او حاجة بسيطة كان الرقم ده ربعمية. فالرقم ده بيكبر بشكل مرعب. فتخيلوا كل النقط الزرقة اللي موجودة قدامكم ديت والنقط دي كلها عبارة عن موجودة حوالين العالم وعمالين كمان يزيدوا. طيب ايه يعني هستفيد انا بايه يا احمد في دي? ادي الاولاني اللي كان موجود في الصين اللي عايز. الريكوست بتاعه حيروح ل اقرب اج لوكيشن ليه. حيروح ل اقرب اج لوكيشن ليه. بعد كده حيبدأ يروح الريكوست ليه البرازيل. البرازيل حتبدأ ايه? يستريم الفيديو. والستريم فيديو راجع حيحصل له كاشينج. هيحصل له كاشينج. جوه الاج لوكيشن. وبعد كده هيبدأ الفيديو يحصل له ستريم على الكاستر. طيب. جاه جاره اللي فوقيه اللي في الدور اللي فوقيه وحب يتفرج على نفس الكاستر على نفس الفيلم. هيبعت الريكوست الاقرب اج لوكيشن هو كمان. المرة دي الفيديو موجود جوه الاج لوكيشن ده. فحيحصل ستريم ديركلي على طول من اقرب اج لوكيشن. عشان كده الاج لوكيشن دي بتكون فيها داتا سنترز او بتكون فيها سيرفرات سغيرة بتستخدم فقط فور كاشينج. بتستخدم فقط فور كاشينج. تخيل بقى انت بالكونسيبت ده. لا مش مش بروكزي. ده كاشينج سيرفرز مش بروكزي. بروكزي يعني بتنقل الريكوسته بس. لكن هنا لا هنا بيحصل كاشينج للديتا جوه الاج لوكيشنز ديت. بيحصل كاشينج. يعني اللي ستريم من الكاستمر الاولاني. اللي ستريم هو راجع. اتسجل على سيرفر جوه الاج لوكيشن. فلما جا كاستمر تاني بيطلب نفس الكونتينج. عشان كده قلنا اسمها كونتينج ديليفوري نيتورك. لما جاي يطلب نفس الكونتينج. نفس الفيديو. مراحش للريجون عشان يجيبه. لأ. ده اخدوا على طول من اقرب اج لوكيشن. ايه? ليه? فبالتالي بيحسن تاعة الكونتينج ديليفوري. عشان كده بنسميها كونتينج ديليفوري ايه? نيتورك. الكونسبت ده اسمه سي دي ان. ده ده كونسبت عام عامة تانية. هتمنى يكون الفرق واضح يا دكتور هيبا. يا جماعة لو سمحتوا. ارجوكم. الاج لوكيشنز بتستخدم فقط فور كاشينج. ما ينفعش اشغل داتابيز على الاج لوكيشن. ما ينفعش اشغل فيرتوال ماشين على الاج لوكيشن. الاج لوكيشن. السيرفرات اللي جواها بتستخدم بس للكاشينج. ما ينفعش اشغل عليها الريسورسز ايه? بتاعتي. الدياتا بتفضل قد ايه ما اعمل لها كاشينج في الاج لوكيشن ده كونفيجرابل. حضرتك اللي بتحديد. اقدر اعمل كاشينج لايه في الاج لوكيشن? اقدر اكاش الفيديوهات. اقدر اكاش صورة. اقدر اكاش ستاتيك اتش تي اميل بيجز. كل الحاجات دي اقدر اعمل لها كاشينج. انت متخيل لو انت بنتكلم بقى على نتوق كبير جدا يا جماعة. متخيل لو انت شركة زي نتفلكس. على فكرة نتفلكس هي فعلا ايه دابلو اس كاستمر. متخيل لو انت فعلا شركة زي نتفلكس. وعندك افلام بكل اللغات العالم. تمام? هتستخدم الاج لوكيشنز دي ازاي بعنف? طبعا. لان انا متوقع ان الناس بتوع الصين غالبا بيتفردوا على الافلام الصينية. فكل الافلام الصينية هيحصل لها كاشينج على الاج لوكيشنز اللي موجودة في الصين. طب الناس اللي في مصر مسلا وفي الشرق الاوسط. اه هدوا بيتفردوا على الافلام العربي. فتقريبا كل الافلام العربي هيتعمل لها كاشينج على الاج لوكيشنز اللي قريبة ليهو في الجالف مسلا وشمال افريقيا. فالكونتن تديليفيري للناس دي هتبقى سريع جدا. انت متخيل شركة زي نتفلكس كده. قد ايه تستفيد بالقوة بتاعة الانفرستركشن بتاعة اي دابلو اس? طيب. اخر حاجة بقى. اه طبعا الكونسبت دا يا جماعة دا كونتن تديليفيري نتوورك دا كونسبت. ايه دابلو اس بتطبقوا عندها عن طريق الاج ايه لوكيشنز. دا كونسبت عام طبعا الكونتن تديليفيري نتوورك. طيب. اه اه ايه الوافلانث? الوافلانث دا. لو انا حاجة كده من غير ما يبقى عندي ويبلانث. من غير ما يبقى عندي ويبلانث. خلاص? خلونا كده نفكر مع بعض. لو انا الريسورس بتاعتي موجودة في الريجون. وانا عندي موبايل الابليكيشن. وهنا مثلا عندي داتا بيز. ان انا حمشي في النتوورك بتاعة الكوميونيكيشن سيرفيس بروفايدر بتاعي اللي هو زي فودافون زي وي زي اتصالات ايا كانت شركة الكوميونيكيشن سيرفيس بروفايدر بتاعتك. وحتبدأ بعدك تمشي في الانترنت تمشي في الانترنت لغاية لما توصل للايه? للريجون. تجيب الديتا وتبدأ ترجع تاني دي الموبايل ابيكيشن. الفترة دي بيقولوا انها بتوصل تقريبا لغاية حوالي مية وتمانين ميلي سانية. تقريبا. يعني ما عرفش هم ما حسبوها ازاي? لان اعتقد ان احنا عندنا الوضع هيختلف خالص عن مية وتمانين ميلي سانية. بس هم مقدرين انها تبقى تقريبا مية وتمانين ميلي سانية. طيب ايه دابلو اس? ايه الحل اللي عملته? عشان طبعا هم شايفين ان المية وتمانين ميلي سانية دول كتير جدا. فا ايه دابلو اس عملت حاجة اسمها ويف لانث. ايه الويف لانث? حاجة من الاتنين. يا اما ان ايه دابلو اس بتحط الانفراستركتر بتاحها جوه كوميونيكيشن سيرفيس بروفايدر. فحضرتك تقدر تراني بتاعتك جوه الديتا سنتر بتاعت السيرفيس بروفايدر بتاعك. يعني ايه دابلو اس سيرفرز بتشتغل جوه فو ديفورت. ايه دابلو اس سيرفرز بتشتغل جوه اتصالات. ايه دابلو اس سيرفرز بتشتغل جوه ويه. فبالتالي لما بتبعت حضرتك الريكوست بيروح على طول الديتابيس جوه نفس النتورك. وبيرجع تاني. انت متخيل سرعة الابليكيشن هتبقى عاملة ازاي? ده الديتابيس جوه نفس النتورك. انا ولا بروح لإنترنت ولا بروح لحاجة ابدا. ده انا جوا نفس النتورك. فده تقريبا بياخد لغاية عشرين ميلي سانية. طب هلا اقدر اشغل كل السيرفز تحت اي دابلو اس جوا السيرفرات دي? لا. الحاجات الاساسية برضو بس. طب عايز حاجة قالك مش مهم. لان الريكوست حيمشي لإي دابلو اس عن طريق اي دابلو اس باكبون اي نتورك. فحترد عليك عن طريق اي دابلو اس نتورك عندها هاي برفورمنس لانها اكيد ما بتبقاش زحمة زي الانترنت. ففي الحالتين سواء الريسورس موجود جوه النتورك بروفايدر نفسه او موجود لسه جوه اي دابلو اس. في الحالتين هتبقى لو لتنسي بالنسبة للموبايل ابليكيشن بتاعها. طيب ايه بقى الحاجات اللي احنا اخدناها كلها في اخدنا يعني ايه 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 واخدنا كمان يعني ايه فدي كلها بتمثل ايه دابلو اس جلوبال انفرستركتر. اعتقد دلوقتي انت ممكن تتخيل ازاي ايه دابلو اس عندها سيرفرات ضخمة وكتيرة موجودة في حتة مختلفة على حسب اليوز كيس اللي انت عايزها. طيب اي اسئلة يا جماعة في الجزء اللي فات الدنيا واضحة الفروق ما بين كل اللي انفرستركتر اللي احنا قلناها. طيب هاي هاي. البرايسينج موديل. هندفع ازاي ل ايه دابلو اس? طيب البرايسينج موديل. في حاجات عندي يا جماعة بتتدفع بالساعة او بالسانية. زي الفيرتوال ماشينز مسلا. فالفيرتوال ماشين انا بدفع تماما للفيرتوال ماشين او باي ساكن. ساكن للينيكس والاور طبعا للويندوز وباقي زي مسلا ما. وكمان بدفع على حسب الفيرتوال ماشين اللي انا ايه بشغلها. تمام? فانا مسلا بشغل فيرتوال ماشين ازاي مسلا. تمام? هل بسلا بشغل اتنين جيجا واربعة اتنين جيجا ميموري مسلا وواحد بروسيسور? لا انا بشغل بمسلا اربعة بروسيسور وتمانية جيجا رمات على حسب بتاعت الانستانس تايم. بدفع كمان او طريقة تانية بدفع بها الفلوس للاستوريج. فالكمبيوتر انا بدفع له بالساعة او بالسانية. لينيكس وايه? والاوبريتنج سيستمز الخاصة باللينيكس. طيب. الستوريج بدفع بالجيجا بايت. على حسب انا معامل ستور لقدي ايه جيجا بايتس عندي موجودة. طيب النتورك النتورك الديتا ترانسفير. الديتا ترانسفير. بصوا جماعة هنحط قانون كده مع بعض من الاول. النتورك اللي بتيجي او الديتا اللي بتترانسفير من الانترنت لايه دابليو اس دي ببلاش. دي ايه? ببلاش. الديتا اللي بتخرج من ايه دابليو اس للانترنت دي بفلوس. بتتحسب عليها بالجيجا بايت. الداتا اللي هتتنقل من ريجون لريجون دي هتدفع عليها فلوس بالجيجا بايت. جوه نفس الريجون ما بين الافيليبيليتي زونز ما بتفعش عليها فلوس. تاني تاني. الداتا اللي تتيجي من الانترنت لايه دابليو اس يعني انا بابلود فايل على ايه دابليو اس ما بتفعش فلوس. انا بتكلم على النتورك على الديتا ترانسفير. لو انا حرفع الفايل الديتا ترانسفير ببلاش. طب لو انا هدول لود الفايل هتحسب على الجيجا بايت. ليه? لان الديتا بتتنقل من ايه دابليو اس للانترنت. دي بدفع عليها فلوس. فو انا بادولود الفايل هدفع ايه فلوس بالجيجا بايت. طيب لو انا عندي الابليكيشن موجودة في ريجون وبنق الابليكيشن دي او بدق الديتا اللي في الابليكيشن دي لريجون تانية خالص. سيء ان انا عايز اعمل باك اوب عشان او حاجة. هدفع فلوس بالجيجا بايت. عشان الديتا بتتنقل من ريجون لريجون. طيب انا بنقل الديتا ما بين السيرفرات اللي عندي اللي موجودة على مختلفة جوا نفس الريجون ما بدفعش عليها فلوس. طيب انا بدفع ازاي ل ايه دابليو اس يا جماعة? بدفع ازاي ل ايه دابليو اس? ممكن ادفع لما بستخدم. يبقى طول ما انا بستخدم انا بدفع. طول ما انا بشغل الفيرتو والماشين انا بدفع عليها فيوص. افلت الفيرتو والماشين طلاص ما بدفعش فيوص. بيقول لك كمان payless when you reserve. اه انتو عارفين يا جماعة مسلا حاجة زي الديتا بيز. الديتا بيز دي ما بتتقفلش. هو حد بيقفل بتا بيز. الديتا بيز دي شغالة للمنهار. فانا متوقع ان انا السيرفر بتاعي حيفضل شغال السنة الجاية كلها ومش هيتقفل خالص. فهنا ممكن اروح احجز معي ايه دابليو اس. الله والله يا ايه دابليو اس انا عايز احجز بيرتو والماشين عندك. وهتفضل شغالة لمدة سنة. ومش هقفلها خلال السنة. او تلات سنين. هنا بنعمل عقد بيتم عقد ما بينك وما بين ايه دابليو اس. بيحصل فيه ميتمنت ما بينك وما بين ايه دابليو اس. انك انت هتشغل المكنة بتاعتك لمدة سنة. مش هتقفلها. وبالتالي ايه دابليو اس بس زي ما قلنا لازل يقى فيه عقد بينك وبين ايه دابليو اس. العقد مدته. يا سبع يا تلاتة. ما عندناش اتنين. يا سنة يا تلاتة. بيقول لك pay less when you use more. حاجة زي الستوريج. زي الستوريج. كل ما كل ما هتخزن data اكتر عندي في ايه دابليو اس. انا هعمل لك على الاستهلاكات بتاعتك. فدي التلات طرق اللي ممكن نتفع بيها ال ايه دابليو اس. بدفع على حسب الاستخدام بس. ودي ممكن تكون بستخدمها ليه? بجرب حاجة. عايز اتأكد من حاجة شغالة ولا لأ. تمام? فساعتها ممكن او عايز استخدمها مسلا لس بكرة بلاك فرايدي. وعايز بس استخدم سيرفر لمدة اربعة وعشرين ساعة. عشان بس يعديني اليوم بتاع البلاك فرايدي ده. فساعتها ممكن اروح ل تمام? بجرب حاجة عايز حاجة لمدة يوم واحد. بدفع على قد اليوم ده. او احجز. حاجة زي التابيزز بفضل مشغالها لمدة سنة. ابليكيشن سيرفر. ويب سيرفر. الحاجات دي ما تتقفلش. فممكن ساعتها احجز ايه? سيرفرات. او ادفع اقل لما استخدم اكتر. ودي غالبا بتكون خاصة بالستوريج. عندي كمان حاجة اسمها الفري تير. يعني ايه فري تير يا جماعة? انا اول لما بعمل اكاونت في AWS انا ببقى في اول سنة ببقى في حاجة اسمها الفري تير. في سيرفزز بتبقى فري العمر كل. في حاجات بتبقى فري العمر كل. في حاجات بتبقى فري لمدة اول سنة. في حاجات بتبقى فري لعدد معين من الاشهر. يعني مثلا هناخد مع بعض في الماشين ليرنينج سيرفز اسمها سيج ميكر. دي حاجة خاصة بالماشين ليرنينج. السيج ميكر ده بيديك شهرين ببلاش. امتى? من اول ما تستخدم السيج ميكر. ده ممكن انك انت تبدأ تعمل عليه ايه? مجرد ان الشهرين خلصوا يبدأ يعدي عليك فلوس. وما تقلقش طبعا بيبعت لك خمسمائة ميل يقول لك خد بالك ان الشهرين بتوعك قربوا يخلصوا. يبقى انا لما ابقى لسه جديد في بس بيبقى عندي اول سنة بنسميها الفري تير. وحتشوفوا دلوقتي وانا بشغل حاجات في AWS هيكتب لي جنبها ان دي تبع الفري تير. اقدر اشغالها ببلاش. هنشوفها ان شاء الله مع بعض. واحنا بنعمل العملي في الموزول اللي جاي بازن الله. فالفري تير تعمل على AWS طيب. اتعلم واخد كده في عشر دقايق وابده اشتغل على AWS وابتدي ابني تعتقل. بيواريك ان اقدر ايه الموضوع سهل. تقدر تاخد شوية تيرتوريالز تقدر. طيب عندي كمان حاجة اقدر اه اعرف بيها البرايس قد ايه? بدل كده لما ايه? ما نخش في تعالوا كده ايه? نتوقفها عملي. اه طبعا دكتور. دكتور شايماء طبعا تسأل في حدود طبعا للاستخدامات? اه طبعا في حدود للاستخدامات. يعني مش كل تداري تستخدميها في مثلا. لا هو معينة تداري تستخدميها ببلاش. مش كل تداري تشتغلي بيها ببلاش. في حاجات ببلاش وفي حاجات بفلوس. حتى في اول سنة. طبعا مش مش مفتوحة يعني. مش اي حاجة في ايه ده بلسا قدر استخدمها اول سنة ببلاش. طيب تعالوا نتفرج عالبرايسين كالكوليتور ده. بصوا عشان ممكن تبقى انتوا لسا ما عندكمش اكاونت. فانا ممكن اكتب على طول في الجوجل اكتب ايه دابلو اس برايسين كالكوليتور. هخش عالبرايسين كالكوليتور. حعمل حاجة اسمها كرييت استميت. طبعا احنا يعني فيه اوبشنز مش هنكون خدناها دلوقتي خلاص بس هنشرحها مع الوقت. بس بصوا اول حاجة خلانا اختارها ايه? الصوت بيقطع يا جماعة عندكم كلكم? ولا الصوت كويس? كويس كويس طيب تمام. طيب ميش يعني ساعات وساعات بس يعني مقبول يعني سامعيني كويس ها? يعني مش مش مؤثر على الكلام مفهوم ها? طيب ميش اوكي. طيب بصوا يا جماعة وانا وانا بعمل الاستميت للبرايس. ماشي? بصوا اول الحاجة سألني فيها هي ايه? ايه الريجون اللي انت عايز تستخدمها? مش احنا لسه قايدين مع بعض ان بس في ايه بيختلف بيختلف وانا بعمل استميت للبرايس لازم اختار ايه? الريجون. تاني حاجة حبدأ اختار السيرفز. هنا مسلا حكتب اي سي تو. اي سي تو عندنا يا جماعة يعني ايه? الاستيك كومبيوت كلاود. الفيرتوال ماشينز. فلما اقول اي سي تو بقى من دلوقتي خلاص? دي معناها ايه? معناها الفيرتوال ماشينز اللي موجودة جوه ايه دابلو اس. طبعا هنفهم بعد كده والحاجات ديت. المهم اللي هشتغل عليه هو لينيكس. انا هشتغل على واحدة. طب ايه اللي انت عايزها في بتاعتك? تمام? اقدر هنا هوت مسلا ادور على مسلا سي فايف. ايه دي سي فايف. دوت اسم الايه? الانستانس. ايه دي هنا هختار مسلا ديت عبارة عن اتنين بروسيسور واربعة جيجا. هنفهم طبعا يعني ايه سي فايف دوتلارش? هنفهم كل. بتاعتي? طيب حضرتك هتستخدم الماشين ديت ازاي? هنستخدمها طيب حضرتك هتستخدمها مية في المية من الشهر? لا. انا عايز تستخدمها تقريبا هستخدمها عشر ساعات في اليوم. طيب ده حيكلف حضرتك خمسة وعشرين دولار. وخمسة وتمانين سنت. فهنا تقدر انك انت تعمل ايه? تعمل استيميت لاستهلاك السيرفيسيز بتاعتي. ويستخدم بißtاخدام البريسيج ايه كالكريكتر. كده نبقى احنا خلصنا اول موديول اللي هو introduction to the cloud we in cloud concepts we AWS as